أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية فيما وصلت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 2 فارزة 7% ووفق معطيات الوزارة انخفض عدد الإصابات النشطة بالفيروس إلى 7,767 إصابة علماً أنه يرقد في المستشفيات 294 مريضاً بحالة خطيرة بينهم 130 مرتبطون بأجهزة التنفس الإصطناعي وبحسب وزارة الصحة فقد بلغت حصيلة الوفيات 2732 حالة وفاة منذ بداية الجائحة